السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ نبدأ معنا فيديو جديد عن ماذا يحدث للجنين عند القصف داخل الرحم بعد اطمئنانك لأمان العلاقة الحميمية على صحة جنينك طالما تمرن بحمل سليم ولم ينصحك طبيبك بتجنب ممارسة العلاقة ربما يتبادر إلى ذهنك سؤال هل يشكل السائل المنوي خطورة على جنيني والإيابة أن السائل المنوي آمن تماما على جنينك ولا يشكل عليه أي خطورة بل أثبتت الدراسات أن هناك فوائد له إزيوس في الوقاية من إصابة الزوجة بتسمم الحمل وهي حالة عالية الخطورة ينتج عنها ارتفاع ضغط دم الحامل وارتفاع نسبة البروتين في البول ويحدث ذلك في 5 إلى 8% من جميع حالات الحمل وقد يسبب تسمم الحمل لحدوث مضاعفات للجنين مثل انخفاض الوزن عند الولادة وانقطاع المشيمة والولادة المبتصرة وفشل الكلة وقد يكون يؤدي في النهاية إلى وفاة الأم أو الجنين أو كليهما في نهاية الفيديو لو أعجبكم يجب أن تدامنا بلايك وكومنت وتشارك الفيديو مع أصدقائكم منتظر مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر